نفاذ منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخلاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي ويهدف نفاذ إلى تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مسادفات العمل المرن وفرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد كذلك رفع جودة حياة المواطن السعودي وأن يكون دخلا إضافيا للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والحد من الائتمان غير الرسمي كما يهدف إلى خفض نسبة البطالة الفئات التي يستهدفها المنتج الموظفون براتب عشرة ألاف وأقل لمسار الخدمات التخصصية أما مسار النقل الاشتراكي فيستهدف الموظفين براتب خمسة ألاف ريال كما أن العاطلين عن العمل وابدون راتب من المستهدفين وأيضا أولئك الذين لا تشملهم الخدمة عبر قنوات التمويل التقليدية أما الأنشطة الرئيسية للعمل الحر فتنقسم إلى قسمين أولا الاقتصاد التشاركي مثل النقل التشاركي والتوصيل عبر أنظمة توجيه المركبات ثانيا الخدمات التخصصية كالترجمة والتصميم والإبداع والرياضة وتقنية المعلومات والاتصالات والخدمات المحاسبية والقانونية أيضا الاستشارات الفنية والإدارية والإنتاج الفني والإبداعي كذلك تطوير المحتوى وتطوير التطبيقات وعلوم البيانات والتحليل وتوصيل الطلبات